الله يعطيكم العافية لحنبلش الجزء الاول من المحاضرة التالتة المنبهات الادرينرجية المنبهات الادرينرجية هي ادوة غالبا خارجية المنشأ تنبه المستقبلات الادرينرجية المستقبلات الادرينرجية لهن النمطين الفا و بيتا عبرة بيها بشكل مباشر طبعا هذا الحكي بحاجة الى اضاح اكتر هلأ بدي ارجع انا اتذكر القسم الودي من الجهاز العصبي التلقائي ماذا يفرز العصاب الودية ماذا تفرز كناقل عصبي تفرز النور ابنفرين كناقل عصبي واللي كانت تسميته الاديمين والادرينالين لذلك انا اختصارا شو بسميها اعصاب الادرينرجية الأعصاب الأدرينيرجية إذن هي الأعصاب الودية التي تفرز النور إبنفرين أو النور إدرينالين كناقل عصب ماذا تجد على السطح المقابل هذه الأعصاب طبعا الأعصاب الودية ذاهبة إلى الأعضاء الداخلية القلب أو عيه أمعاء إلى آخره الأعضاء الداخلية كلها معصبة تعصيب ودية ونظير الودية وغالبا نفس العضوية تلقى تعصيب المزدوج ودي ونظير ودي ماذا تجد فالنور إبنفرين يفرز من نهاية الودية ويجد على السطح المقابل مستقبل نوعي من ديصاره يعني على السطح العضو هذا المستقبل كثير بهمنا في علم الأدوية هذه المستقبلات اسمها المستقبلات الأدرينيرجية أدرينيو سيبترز إذن أنا إجباري وأتبدو يكون فيه تعصيب ودي لعضو مستهدف إجباري عندي شغلتين ناقل عصبي نهاية الودية اللي هو نور إبنفرين ومستقبل موجود على سطح العضو المستهدف التعصيب الودية بانتظار الناقل العصبي وإلا التعصيب الودية ما لهم أي معنى هذا المستقبل يرتبط بالنور إبنفرين مما يؤدي إلى الفعل الفيزيولوجي المستقبلات إذن التي تتأثر بالنور إبنفرين قناق العصبي مسميها المستقبلات الأدرينيرجية وبالإنجليزي الأدرينوسيبترز وتقسم إلى قسمين ألفة وبد إذن تقسم إلى مستقبل ألفة وان أين يتواجد على ما ما بعد المشبك المكان الطبيعي لتواجد المستقبل وين على سطح الغشاء ما بعد المشبك للدرجة أنه هو الأمر بديه ما في داعي أوه لأن النهاية العصبية تكون عاملة مع العضو مشبك فالمكان الطبيعي والبديهي لوجود المستقبل هو ما بعد المشبك ولكن أحيانا بأكد عليها فألفة وان يتواجد ما بعد المشبك ومنها العضلات الملساء وتنبيهه يؤدي إلى تقلص العضلات الملساء مستقبلات ألفة وان أين تتواجد مستقبلات الفتو تتواجد في مكانين مكان أول مكان غريب هلا بحكي عنه مكان الثاني ما بعد المشبك على خلايا التي تفرز الأنسلين في جذر لانجرهانس وتنبيهها يؤدي إلى نقص إفراز الأنسلين وأيضا تتواجد وبشكل ربما أول مرة بيمروا عليكم تتواجد ما قبل المشبك لاحظوا لي هون هالشكل تتواجد ما قبل المشبك لاحظوا لي هون هالشكل المكان الطبيعي هذا المشبك هاي النهاية العصبية وهي سطح العضو وهي الألفة هون مثلا موجودة عليه مع بعض المشبك وهذا البديهي لكن الألفة هون لاحظوا وين موجودة ألفة هون ما قبل المشبك على النهاية العصبية نفسها إذن الألفة هون موجودة هون على النهاية العصبية نفسها ما قبل المشبك وين موجودة الالفة وين موجودة الالفة على النهاية العصبية نفسها ما قبل المشبك وهون نعتبره هذا أمر غريب شو مبرى الوجوده هون ما قبل المشبك بالحقيقة موجود هون ما قبل المشبك لتنظيم إفراز مستقبلات بيتا تبدي مجموعة من الاستجابات مختلفة عن تلك العائدة ومستقبلات الفة لها الفة كبيرة للايزوبروتيرينول وبدرجة أقل للايبنفري والنور طبعا البيتا تقسم أيضا إلى بيتا 1 وبييتا 2 بيتا 1 لها نفس الالفة تجاه النور ابنفري والايبنفري بينما بيتا 2 لها الفة تجاه الابنفري فقط يعني النور ابنفري عمليا لا يستطيع تنبيه بيتا 2 بذلك النسج التي تحوي من استقبلات بيتا 2 مثل الأوعية الدموية الكبيرة في العضلات الهيكلية تستجيب لهرمون الابنفري المفرز من لب الكبر إذن هلا أنا شو صار عندي صار عندي أربع أنماط رئيسية من المستقبلات الأدرينيرجية ألف ون ألف تو بيتا ون بيتا تو كيف تتوزع هذه الأنماط أنا ليش عبسأل هالسؤال لأنه أي عضو داخلي معصب بالتعصيب الودي بدي أتوقع وجود مستقبل أدرينيرجي بس يا ترى السؤال الأربع صوى الأحلائيون لا الأحلائي واحد مسيطر على عضو معين مثلا القلب معصب تعصيب الودي المسيطر عليه من ناحية المستقبلات الأدرينيرجية بتتون ماشي لا أجد باقي المستقبلات وإذا وجدت مستقبل تاني مثل بيتا تو على القلب يكون عدده قليل المسيطر هو بيتا وان على الأوعية الدموية الصغيرة معصب تعصيب الودي بسمين المسيطر الف وان الأوعية الدموية الكبيرة بيتا تو على القصبات بيتا تو هذا مسميه التمايز والتخصص في التوزع أي أن الأنزجة والأعضاء تحوي نمط رئيسي واحد من المستقبلات ذلك من المفيد افهم أنا في علم الأدوية كيف تتوزع هذه المستقبلات وماذا يحدث عند تنبيها فيما يهمني في علم الأدوية فهناك جدول بسيط وواضح لها اشرح عليه هلا في الصايد اللي بعده هذا الجدول يشير إلى أهم أماكن توسع الأربع أنماط وماذا ينتج على تنبيها موجود بالإنجليزي موجود بالعربي لازم أفهمه ولازم أيضا طبقه بكرة بالأدوية نبدأ من اليسار الألف وان وين موجودة هاي الألف وان وين موجودة الألف وان موجودة على الأوعية الدموية للصغيرة وتنبيهها يؤدي إلى تضيق وعائي زيادة المقاومة المحيطية زيادة الضغط الدموي لأنه تعرفوا أنتم المسؤول عن المقاومة المحيطية هي الأوعية الدموية للصغيرة المحيطية والتي يسيطر عليها ألف وان تنبيه الألف وان يؤدي إلى تضيق وعائي وارتفاع المقاومة المحيطية وارتفاع الضغط الدموي كما أنها موجودة في العين وتنبيهها يؤدي إلى توسع حدقة العين وموجودة على المصر الداخلية في المساني تسبب زيادة التقلص وانغلاق المصر الداخلية في المساني الألفة ومثل ما حكينا موجودة على النهايات العصبية أي ما قبل المشبك وتنبيهها بالنور إبنفرين نفسه المفرد يؤدي إلى تصبيت إفراز النور إبنفرين أو منع فرط إفرازه أيضا موجودة على جزر لانغنهانز وتنبيهها يؤدي إلى تصبيت إفراز الأنسلين نجي إلى البيتة وان كثير مهم موجود على القلب وتنبيهه يؤدي إلى زيادة عمل القلب متى المبتار في عمل القلب وقت أنا بصه من خلال عضو الضربات ومن خلال قوة التقلصية فبصير تسارع في عضو الضربات القلب وزيادة القوة التقلصية للعضلة القلبية وزيادة تحلل الشحون وزيادة تحلل الرينين هاي بنسج أخرى غير القلب بيتة على عكس الألفوان تسيطر على الأوعية الدموية أنا أو أوعية دموية الكبيرة التي تدعى أحيانا بالهيكلية وتنبيهه يؤدي إلى توسع يعائيه ونقص طفي في المقاومة المحيطية كما أنها موجودة على القصبات وتنبيهه يؤدي إلى توسع قصبيه بكرا ما نشوف فيه أدوية خاصة بتنبه بيتة وشان عملية توسع القصبيه عندما تضربه كما أنها موجودة في الكبد وفي العضلات وتنبيهها يؤدي إلى ديادة عملية استحداث أو تصنيع سكر اللي هي عملية بالكيمية الحيوية مثل ما تعرفوا أساسية لتصنيع السكر كما أنها تزيد إفراز هرمون اللي غلوكاكون المسؤول عن رفع سكر الدم نحظو المستقبلات الأدرينيرجية عموما تنبيهها يؤدي إلى رفع سكر الدم تصبيت إفراز الأنسولين تزيد تصنيع السكريات تزيد إفراز اللي غلوكاكون هذا الجدول إذن كتير مهم لحتى أقدر كمل بالمحاضرة هي الآن تعقيبا على هذا الجدول إجمالا تنبيه مستقبلات ألف وان يؤدي إلى أفعال التقبض البيعائي وشكل معاقص تنبيه بيت توان يؤدي إلى زيادة تنبيه القلبي بينما تنبيه بيت تو يؤدي إلى عملية توسع البيعائي وارتخاء القصبات هلأ نحن في علم الأدوية شو دورنا دورنا أن ندرس المواد التي تنبيه هذه المستقبلات الأدرينرجية شو بسمي أي مادة داخلية المنشأة أو خارجية المنشأة تستطيع تنبيه بعض أو كل المستقبلات الأدرينرجية شو بسميها منبهات أدرينرجية إذن المنبه الأدرينرجي هو أي مادة داخلية أو خارجية المنشأة تستطيع تنبيه المستقبلات الأدرينرجية مشرطة تنبههم كلهم إن شاء الله تنبه هنا مطواحي إن شاء الله تنبههم كلهم هي منبه أدرينرجي أول مجموعة من المنبهات الأدرينرجية طبعا هي داخلية المنشأ الإبنفرين والنور إبنفرين والدوبامين هلأ صح إنهم صاروا أدوية بنعطيهم خارجية المنشأ بالسنة بالأصل داخليين المنشأ ما الذي يجمع بيناتهم الإبنفرين والنور إبنفرين والدوبامين والسيروتونين بيجمع بيناتهم إن كلهم بيحووا حلقة تدعى بالتافينيل إيدي الأمين وبيختلفوا بالسلاسل الجانبية فمسميهم شو مسميهم؟ مجموعة الكاتيكول أمين مجموعة الكاتيكول أمين إذا مجموعة الكاتيكول أمين تحوي مجموعة ديهيدروكسي بنزين وتشمل الإبنفرين الإبنفرين النور إبنفرين والدوبامين أو الكاتيكول أمينات إذن أصهم الكيميائي واحد أو جوهرهم الكيميائي واحد بيختلفوا بالسلاسل الجانبية طبعا لذلك لتشابقهم أو تطابقهم في الجوهر الكيميائي واختلافهم فقط في السلاسل الجانبية هناك صفات مشتركة بيناتهم ما هي هذه الصفات أول صفة فاعلية قوية المنبهات الأدرينيرجية التي تنتمي للكاتيكول أمين أقوياء جدا في تنبيه المستقبلات الأدرينيرجية طبعا أنا أتبقى المنبه قوي في تنبيه مستقبل ما هو الدليل الفعل الفيزيروجي الفعل الفيزيروجي يكون قوي وواضح الصفة الثانية التخرب السريع صح هذه المركبات قوية في تنبيه المستقبلات الأدرينيرجية ولكن هناك خمائر موجودة في الجسم وفي المشابك وفي البلازمة وفي الأمعاء خمائر القونت وخمائر المونو أمينو أكسيداز خمائر القونت وخمائر المونو أمينو أكسيداز هذه الخمائر تخرب بسرعة الكاتيكول أمين لذلك لا يمكن تقديمهم فمويا لأنه لا يتخربوا بالأمعاء لأن الأمعاء غنية بخمائر المخربة للكاتيكول أمين وخاصة المونو أمينو أكسيداز فأنا مجبر على أعطاء لا حشويا حق عضري تحت الجلد حق وريدي اللي بتعرفوهم الأعطاء الفمو يتبعون ما بيحقق أي وصول للبلازمة لأنه لا يتخربوا بالأمعاء ثانيا يعطيهم لا حشويا ورغم ذلك فترة تأثيرهم أصيرة لأنه لا يتخربوا بها الخمائر هذه الموجودة في البلازمة الصفة الثالثة والأخيرة للكاتيكول أمين أنه هن مركبات قطبية لذلك اجتيازهم ضعيف لحيكون للحاجز الدموي الدماغي وبالتالي وبالتالي تفشل في الوصول إلى الجهاز العصبي المركزي ومع ذلك يمكن لكميات قليلة منهم أنه توصل أحيانا وتعمل لي شوية تأثيرات جانبية مثل القلق والارتعاش والصدع هاي حين وصول كميات قليلة منهم إلى الـ CNS بس إجمالا هن ما بيوصلوا إلى الـ CNS إذن كل شي مركب كاتيكول أمين وهن تحديدا المتداولين والمعروفين الإبنفرين نور إبنفرين والدبامين بيتمتعوا به الصفات الثلاثة هلأ في عندي منبهات أدري نيرجية أنا صنعت خارجية المنشأ لا يوجد لها نظير داخلي بكل بساطة لا تنتمي لمجموعة الكاتيكول أمين من الناحية الكيميائية ذلك بكل بساطة شو بسميها المركبات الغير كاتيكول أمينية تفتقد لمجموعة كاتيكول هيدروكسيل وبالتالي لا تتخرب بالكومت والماو عمر النص طويل يمكن تقديمها فمويا وفترة تأثير أطول وانحلاليتها أعلى في الدسم وبالتالي تصل بصورة أكبر إلى الـ CNS ومن أشهر هذه المركبات الفينيل إفرين الإفدرين والأنفيتامين إذن كل المنبهات الأدري نيرجية تنتمي إلى قسمين كاتيكول أمين ونون كاتيكول أمين ترجمة نانسي قنقر